موسيقى مني أنا مازن علوان ومن خمائل الكاتب لكم أطيب التحايا حلقة جديدة من على المكشوف قصص وشبهات فساد اللي رافقت توزيع الأراضي المجاورة لمطار الأنبار ومعكست بشكل سلبي على باقي الأراضي اللي توزعت بمناطق أخرى بالمحافظة والأخضر راح بسعر اليابس موظفين ومواطنين اشتروا أراضي بمنطقة السقلاوية وجزيرة القرمة وبشكل قانوني الآن توقفت كل عمليات البيع والشراء والبناء بهذه الأراضي لحين تدقيق آليات الفرز والتوزيع والبيع وانتوا تخيلوا حال المواطن اللي يدفع العندة والما عندها حتى يشتري له قطعة أرض بشكل قانوني وبعدها مدى يقدر يبنيها أيضاً مو جديدة إذا نقول بأن ملف النفايات في العراق من الملفات الفاشلة بامتياز لحد الآن يعني ما عندنا آلية ذكية وصحية لرفع النفايات وجمعها وطمرها بشكل صحي الاستثمار بها في توليد الطاقة الحلول بخانة والوعود والدراسات الورقية وما زلنا ننتظر مشروع ذكي وصديق للبيئة برفع النفايات وهالحجي احنا بعام 2024 أيضاً وصلتنا مناشدة من أصحاب شركات استيراد السيارات المناشدة تتلخص بضرورة وضع معايير جودة خاصة بالعراق لاستيراد السيارات معتماد مواصفات خليجية يترتب عليها جور إضافية يتحملها المواطن وتروح لمنظمة تابعة لمجلس التعاون الخليجي خب نسوي مواصفات خاصة بالعراق واجورها تروح لخزينة الدولة إذن كانت هذه أبرز ملفات حلقتنا اليوم خليكم معنا راجعين بعد الفاصل مجموعة الرحاب لتجارة العامة وتطوير استثمار آمن لغد أفضل أرباحك من 8 إلى 10% بغداد المنصور مقابل مول المنصور 078408135 077408135 ترجمة نانسي قنقر حياكم اللاحبات يا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج عن مكشوف حياك الله يا مازل أهلا يا خمار لحد الآن توصلنا مناشدات من أصحاب ومالكي قطع الأراضي في محافظة الأنبار والتي توقفت بها عملية البيع والشراء والبناء أيضا بسبب شبهات الفساد التي رافقت عملية بيع وشراء أراضي المجاورة لمطار المحافظة لمشروع المطار بسبب هذه الشبهات توقفت عملية البيع والشراء بباقي مناطق المحافظة لحين إكمال إجراءات التدقيق والتحقيق بملف توزيع الأراضي في الأنبار طبعا هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ وقت طويل جدا وبالنهاية تنعكس بالسلب على المالكين لهذه الأراضي واللي يشتروها بطريقة قانونية وأيضا يملكون سندات تثبت هذا الشيء آخر المناشدات وصلتنا من أصحاب الأراضي في منطقة السقلاوية وتحديدا جزيرة القرمة رح ينضم إيانا من استوديوهاتنا في بغداد السيد مهند كريم عبد ممثلا عن أصحاب الأراضي حياكم الله سيد مهند نعم حياكم الله أهلا وسينا بيش حياك الله سيد مهند اليوم يمكن أراضي المطار خلقت مشكلة كبيرة أو أثرت على الأراضي الأخرى هل أكو ربط بين أراضي السقلاوية والقرمة بأراضي الأنبار القريبة من مشروع المطار والله هو كربط يعني ما عدنا علم إن كان أكو ربط أم لا لكنه فجأة نحن نمنى مساء استيقظنا صباحا وإذا بالأراضي قد حجزت ولا يمكن التصرف بها لا بيعا ولا شراءا ولا بناءا ولا حتى إصدار سندات مثلا دائمية لمن عنده سند مؤقت نعم طيب سيد مهند احشين التفاصيل هذه الأراضي وين بالضبط شوك تتوزعت منه اللي يبيع ويشتري بيها منه هي الشريحة المستهدفة يعني بيشكل عام حتى تكون القصة واضحة إلى الجهات المعنية تفضل هي عبارة عن أراضي يعني تعود ملكيتها للشيخ محمر الحماد نعم يعني بيعت بطريقة رسمية نعم وبيعت أراضي سكنية عن طريق مكاتب رسمية مثل مكتب الوسيلة وغيري وعن طريق جمعية اسكان الحقوقيين نعم كذلك عن طريق بعض الدوائر الحكومية مرتبطة بوزارات مثل وزارة التخطيط أو بعض وزارة الكهرباء فاشتروا الناس وأصدرت لهم سندات رسمية صادرة من الطابو نعم بعضهم من أصدر سند مؤقت ثم حول إلى سند دائمي وبعضهم بعد عند صكوك مثلا ما دفعه وما سدد قيمة الأراضي لأن الأراضي بيعت بشكل دفع كامل وبشكل بالأقصاط يعني مؤجد نعم ولكن الآن وسطها يعني قبل فترة سنة وسطها خدمات ماء وكهرباء بعض سعي بعض المصلحين في المنطقة نعم ورغب الناس بالبناء فجأة استيقظنا أنه لا يمكنك البناء لأن الأراضي محجوزة بغير التدقيق نعم آخر تقريباً شوكت صار الحجز عليها؟ قبل ما يقارب يعني السنة أو أقل السنة سنة أو أقل السنة والحجز حتى هذه اللحظة موجودة هذه اللحظة قائم قائم طيب سيد مهند شنو مناشدتكم مطالبكم أنتم كمالكي لهذه الأراضي؟ والله يعني حقيقة أنه ناشد دولة رئيس الوزراء محمد الشرع السوداني وكذلك الحكومة المحلية ومتابعة هذا الأمر للوصول النتيجة يعني لحل منا من يريد أن يبني ومنا من يريد أن يبيع لأنه لحاجتها للمال ومنا من يريد أن يغير وضعها السكني لتوسع الإسراء وتوسع العائلة نعم أو البد في حال أراضينا يعني وصول القرار نهائي نريد أن نعرف إن كان هناك مقصر فيحاسب المقصر إن كان التقصير من جانب معين يجب أن يحاسب المقصر وتنتهي المسألة طيب سيد مهند سؤال أخير مسألة الحجز حالياً تنطلق وجبات يعني الرفع الحجز على بعض الأراضي؟ لا حالياً بالنسبة للستقلاوية هنا ثلاث مجمعات السقلاوية الجديد وسنتر السقلاوية والراشد مجمع الراشد من ضمن هذه المجمعات ما علي أي حجز طيب لكن فقط هؤلاء المجمعين عليهم حجز عليهم حجز استغربنا يعني ما يكون يعني رفع جزئي؟ لا نهائياً ما هو رفع جزئي كلها محجوزة طيب مسألة رفع الحجز المشكلة بالتحديد في هيئة النزاهة بالحكومة المحلية في جهة أخرى يعني عدكم علم لو ما تعرفون نهائياً؟ احنا المشكلة ما عرفنا أي جهة الحادزة احنا راجعنا لأدة مرات للطابو وما طانع أي نجدة حقيقية أو وقفنا على رجلين مثل ما نقول أو بصرنا بكان ما هيئة المتابعة أو التدقيق مجردنا التدقيق وها هي طيب ما راجعت الحكومة المحلية؟ لا لغاية الآن ما راجعنا يعني مجرد أنهم راجعتنا للطابو يعني بالطابو أنه هي محجوزة بس ما تعرفون من هيئة جهة الحاجزة ما نعرف طيب شكراً جزيلاً إليك السيد مهند كريم عبد ممثل عن أصحاب الأراضي في أسقلاوية وجزيرة القرمى يمكن يا مازن بطبيعة الحال هذه المناطق تتواجه مشكلة بسبب مشروع أو الأراضي المجاورة لمشروع المطار خلونا نروح بفاصل ونعود أهلاً بكم مشاهدينا من جديد ملفنا الثاني يعني موضوع دائماً ما ينطرح في برنامج علمكشوف مناشدات تجينا من كل مكان وهو موضوع النفايات وتراكمها وموضوع جمع النفايات وحتى موضوع الطمر الصحي اللي دائماً الناس تشكي من عنده يعني هواي مناطق في أدة محافظات وحتى في أطراف بغداد يتم بها حرق النفايات بطريقة عشوائية والناس تشكي من هذا الموضوع لليوم ما لقينا فد طريقة صحية يعني حديثة في عملية جمع وتدوير ومعالجة وطمر هذه النفايات لذلك يعني ممكن الاستفادة من هذه النفايات حتى في توليد الطاقة وموضوع رفع النفايات أيضاً دائماً هناك إشكالية في كثير من المناطق يعني تكدس للنفايات بسبب عدم وجود كابسات أو عدم وجود عمال نرافة لذلك توصلنا دائماً مناشدات بهذا الموضوع بالإضافة إلى موضوع يعني آليات الرفع العشوائية وغير الصحية وحتى إلى أن نوصل إلى مرحلة الطمر غير الصحي للأسف من بغداد يعني أصحاب الاختصاص اليوم تحدثوا بمواضيع تخص استثمار هذا الجزء ووضوع النفايات وهذا الملف المهم واللي ممكن من عنده تحقيق ربما يعني توليد الطاقة أو حتى يعني إعادة تدوير رح نشوف آراء المختصين في هذا الجانب وبعدها يكون عدم ضيف بالاستوديو جمع النفايات بشكل أوتوماتيكي خطوة ناجحة تسعى هذه الخطوة على مود تقلل من الواقع الخدمي الموجود بالعراق مشكلة النفايات مشكلة قائمة في كل المدن العراقية مشكلة تتعلق في عملية النقل والتجميع في حالة أنه تنفذ هذه المشاريع في العراق مثل هذه نوعية من المشاريع التكنولوجية التي تخدم الواقع الخدمي في العراق توقع المستوى المعاشر يزداد في البلد فرص العمل تزداد في المجالات التقنية المجالات الميكانيكية المجالات الكهربائية لأن هذه المنظومة ستعمل بشكل أوتوماتيكي لجمع فرز كذلك النفايات وإيصالها إلى محطة مركزية بالتالي عملية الفرز سيستفاد من أتها البلد في إعادة تدوير المواد وهذه خطوة ناجحة طبعا باتجاه البيئة العراقية باتجاه الاقتصاد العراقي مورد اقتصادي جيد وثمين إعادة تدوير البلاستيك والأوراق والزجاج وغيرها من المواد الأخرى ليه سهية حاليا قاعدت تنفرز بشكل جدا بسيط نحن اليوم إدارة النفايات بها مشكلة لأن قاعدت تتقوم الحكومة قاعدت تقرر حلول جذرية بس التطبيق الشون نحن هذا دورنا نحن نبدأ من مرحلة المجمعات السكنية نبدأ نخلي سيستم يعزل النفايات إلى ستيشن رئيسية محطة رئيسية وهاي دورها بعد ما تنعزل ممكن أن الدولة أو الناس اللي تمهتمها بصناعة النفايات تأخذها وتعالجها النظام عبارة عن نظام متكامل يجمع النفايات من البنايات السكنية ومن الشوارع ومن كافة المناطق يتحول الأنابيب داخل الأرض ويتأسيسات المجارة ويتأسيسات المياه ويتأسيسات البنى التحتية وما يكون ظاهري بحيث تتحول نفايات المركز خارج المدينة أو في طرف المدينة بحيث سيارات النفايات لا تصدر تدخل داخل المدينة أبدا وبذلك سنقلل تلوث النفايات بداخل المدينة ونقلل تلوث السيارات النفايات وحركتها داخل المدينة المنظومة هي حديثة دوليا الفكرة ببساطة أن المهملات بدان ما تنقل بحاويات وسيارات للمهملات وتبعاتها من روائح ومن تلف وإلى آخره نفسه كيس النفايات هو يصير عبارة عن مجاري بالضبط عن مجاري يدخل تحت الأرض ويروح إلى خارج المدينة ومن هناك يتم التدوير هذه المنظومة في حالة أنه إذا نفذت في بلدنا نحن نكون في مصاف الدول اللي التزمت في مناخ مؤتمر باريس المناخ لتقليلين بعثلة الكوربانية وغيرها حجم النفايات الموجودة هي صراحة هي عبارة عن نفط تحت الأرض العالم هو قاعد يستثمر النفايات في سبيل إعادة تدوير نحن قاعد نجمع النفايات في سبيل أن نطمرها وهي هنا الكارثة العالم بدأ ما يستثمر النفايات في سبيل تحويلها إلى طاقة أو تدويرها الزجاج إلى زجاج كارتون إلى كارتون الـ PET كلها فلوس بس إحنا مع الهسف نجمع الفلوس ونطمرها وننتظر حتى هي تتثر عن مياه الجوفية أمعك الإيمان أكدوا لتبيع النفايات سويد لحد الآن تشتري نفايات من كل التعادل الأوروبي ياريت الحكومة العراقية تشكل فريق عمل من الأمانة من البيئة من الدوارة البلديات وهناك لجنة مركزية للسيطرة على هذه الثروة المكنولة تحت الأرض إذن من الستوديو في بغداد معانا الأستاذ فراس رجب وهو مختص بشؤون الحلول الذكية في رفع النفايات أهلا وسهلا بك أستاذ فراس أهلا وسهلا أستاذ فراس بداية يعني هذا المشروع كتكنولوجيا حديثة وكموضوع نقل وتجميع وفرز للنفايات هل هو قابل للتنفيذ فعليا يعني في العراق لو ممكن يبقى حبر على ورق وهو بس يعني نقاشات وندوات العراق في صفة عامة متجهة الآن بمجمعات سكنية جديدة ومدن جديدة وأحياء جديدة في هذه الحالة أعتقد أن المنظومة التي نحن متخصصين بها منظومة مناسبة جدا بالأحياء الجديدة بالمدن الجديدة وبالمجمعات السكنية الجديدة أنا لا أعتقد أن هذه الفكرة التي هي مطبقة في عدة بلدان بالبلدان الجيران وعدة بلدان بالشرق آسيا وبأوروبا تكون فقط كلام على ورقا بالعكس العراق الآن مع هذه النشاطات الموجودة بالمدن الجديدة والمجمعات السكنية موضوع منظومة الجمع الهوائي الكهربائي الأوتوماتيكي لنفايات مفيد جدا ومناسب جدا لهذه المشاريع طيب يعني قد تكون مكلفة يعني كلفتها ربما تكون أكثر من الاستفادة منها أكثر من مردودها بالنسبة للكلفة المنظومة هي تعتبر منظومة أكيد لها يعني كلفة ولكن كلفتها بالمدى الوسط والمدى البعيد تكون أقل كثير من الكلفة من السيارات والعجلات التقليدية لنقل النفايات بالطريقة التقليدية لأن سيارة تجددها كل أربع سنين والعمال لازم تحتاج ثلاث شفتات رواتب وأجور وما إلى ذلك بالضبط وبعدين أنت محتاج بنفس الوقت كونتينيرات خارج العمارات تشوه منظر البلد تشوه منظر المنطقة في المنظومة مالتنا المنظومة تختلف اختلاف كامل كلها أنابيب أفقية تحت الأرض اللي هي صيد دورة هوائية تنقل النفايات الصلبة وتذهب إلى المحطة الرئيسية ولا تكون مفروزة من الأصل نعم وهذه الحقيقة كمشروع هو جيد وممتاز يمكن وأحنا دائما نشوف الشكوى من الناس بموضوع النفايات وحتى من الاقتصاديين بعدم استغلالها لكن هل هذه المشاريع هي راح تكون محصورة بتنفيذها على المشاريع الحديثة الإنشاء أو اللي يتم إنشاءها ويكون بها هذه المنظومة كبنية تحتية طيب هذه كيف بالمناطق الأخرى اليوم مع الواقع الحال الموجود في بلدنا في العراق ممكن نقول أن العراق كلها تحت أي عادة إنشاء نعم فعندنا مدن قديمة والشوارع تعاد إنشاءها مرة ثانية لتركيب خدمات أخرى مثل الإنترنت مثل المجاري تصلحها ففي حالة المدن القديمة نشتغل أي فرصة اللي هي تكون بيها فرصة إعادة إنشاء المجاري أو الكهرباء أو الإنترنت ونطرح إلى تركيب الأنبوب الأفقي حتى نقدم هذه الخدمة للمدن أو البنايات القديمة الموجودة لأن العراق في حالة شاملة عفوا نلاحظ بأنه في كثير من المناطق بها إعادة إنشاء وتصليح وترميم ومشاريع أيضا طيب اليوم يمكن هذا المشروع هو ممكن ما يختص فقط في موضوع النقل نقل هذه النفايات وعملية تحويلها من مكان إلى آخر بهذه التكنولوجيا الحديثة موضوع التدوير تدوير النفايات والبديل عن الطمر الصحي وتحويلها إلى طاقة أيضا من ضمن دراساتكم المنظومة التي نوردها هي منظومة تساعد على إعادة التدوير لأنها المنظومة الوحيدة التي تنطي فرصة للمنتج المواطن حتى يقوم بعملية الفرز من البداية لأنه هي تكون مجهزة عن طريق أبواب داخلية داخل العمارة أو داخل الطابق الأرضي في كل عمارة أو داخل في الشوارع الممرات نعم بالشوارع والحدائق حتى يمكن يفرز فأنت من تفرز من البداية بالنهاية إعادة التدوير تكون أسهل كثير للأمانة أو البلدية يعني هنا المواطن شنو اللي عليه يعني بيمكن فرز النفايات بيعني مسؤولية المواطن حتى نوصل إلى هكذا نتائج يعني بالنهاية المواطن إذا قاعد بمجمع سكني أو يتمشى في حديقة عمومية إذا يلاقي قدامه فتحة مو كونتينر فتحة بش يفتح الباب ويذبت تشيج بيها ومكتوب عليها هذه فتحة فقط للمواد العضوية هذه فتحة فقط للبلاستيك والكارتون بالنهاية إذا نخذ العضوية وتروح أوتوماتيكيا إلى محطة الجمع من تروح لمحطة التدوير ممكن بعد الفرز النهائي تتحول إلى طاقة كهربائية لإعادة تدوير كاملة يسموها الحلقة الدارية نعم طيب يعني إحنا اليوم المواطن هو يريد يساعد بهذه الجزئية لكن دي نشوف يعني الجانب الحكومي اللي يعمل بهذا المجال هو لازلنا على الطرق الفرز يعني أو حتى ما عندنا فرز بإنما جمع النفايات بالطرق البداية الطرق القديمة بالطرق اللي هي يمكن حتى أكو بعض الناس اللي تعمل في نبش النفايات وهم اللي يسترزقون منها فإحنا شو نقدر يعني كقرار حكومي يكون أكو هذا التحول التكنولوجي إحنا كشركة هندسية ومصممة مع شركائنا في العراق إحنا غرضنا الوحيد أنه نقدم لبلدنا آخر تكنولوجيا لفرز وجمع النفايات ونقلها بطريقة ذكية نعم حتى نحول مناطقنا بالعراق من شمال إلى جنوبها ومن شرق إلى غربها إلى مدن ذكية المدن الذكية دائما تكون مدن ذكية والحكومة العراقية أنا أعتقد متوجهة دائما في هذه الموضوع لكن نحن كشركة هندسية وكشركة تصميم وتركيب نطرح هذه الفكرة الجديدة على يعني أكو رد إيجابي من جانب حكومي جدا جدا المؤتمر اللي حضرنا البارحة كان هو أول مؤتمر وحصلنا على كل كل التأييد وإن شاء الله هذه نبدأ في أقرب الوقت إلى تركيب أول محطة في مجمعات سكنية وهو حدائق عام إن شاء الله نعم وهذا أيضا ما يعني نتمنى أن يكون هناك نقلة سريعة في هذا الموضوع يعني بدل ما يكون الطمر غير الصحي اللي يعاني مننا الناس والدخان اللي يغطي مناطق كاملة بسبب حرق هذه النفايات أن يكون هناك إعادة تدوير وإعادة فرز برأيك أستاذ فراس ممكن نصل إلى مرحلة أنه توليد الطاقة من خلال يعني هذه النفايات وإعادة تدويرها يعني أدنى فد مشروع بسقف زمني ممكن إذا بلشنا اليوم نطبقه خلال إشقد ممكن نستفاد من هذه التكنولوجيا إن شاء الله إذا نبدأ إحنا نفرز من البداية من مصادر البيوت من مصادر المجمعات السكنية والمصادر المجمعات اللي بيها كثافة الناس نعم نعزل المواد العضوية هذه المواد العضوية ممكن تتحول إلى محطة إعادة تدوير إلى طاقة هربائية نعم وهذا يعني كنتيجة هي مغرية أن يكون هناك تحويل الطاقة تحويل النفايات إلى طاقة وهذه نتيجة مغرية يعني كوقت إشقد ناخذ وقت حتى نعمل مثل هكذا مشاريع إذا نستمر بالفكرة للاستدامة وتطبيق الاستدامة في كل مشاريعنا الجديدة في البلد إن شاء الله في خلال خمس السنوات القادمة ممكن نحصل على إعادة النفايات العضوية إلى طاقة هربائية نعم وهذا أيضا يعني لعاني من المواطن ونتمنى أن يكون هناك حلول وهو يمكن حلم بأن يكون هناك طريقة حديثة وتكنولوجيا في جمع النفايات شكرا لك الأستاذ فراس رجب مختص بشؤون الحلول الذكية في رفع النفايات شكرا لحضرتك شكرا لكم إذن نأخذ فاصل ونعود إذن ملفنا الأخير رح يكون من مناشدة وصلتنا من أصحاب الشركات الخاصة لاستيراد السيارات تتلخص مطالبهم باعتماد معايير جودة وفق المواصفات لجهاز التقييس والسيطرة العراقية خصوصا وأنه الآن المعايير المعتمدة هي تابعة لمنظمة الجي اس او التابعة لدول التعاون الخليجي وعليها تترتب رسوم إضافية يتحملها المواطني اللي راح يشري السيارة خلاصة المناشدة بأنه يقوم جهاز التقييس والسيطرة النوعية في العراق بجلب شركة فاحصة وتحديد مواصفات عراقية حتى يتم الاستفادة من هذه المواد التي تذهب إلى مجلس التعاون الخليجي وبالنهاية حتى الأموال تذهب إلى ميزانية العراق خلي نشوف هذه المناشدة دوما بعدها راح نعرف تفاصيل أكثر على الموضوع ما ضيفنا في استوديوهاتنا في بغداد السيد الرزاق كاظم أمثلا عن أصحاب شركات استيراد السيارات نحن اعتراضنا على الجي اس او ومع المواصفات المطلوبة بالجي اس او السيارات مالتنا تقمرقت ودخلت حاليا موجودة بالمنافذ بس ما يقبلون دخلوها للسيارات دا يدفعون ألف إلى ألف وثممائة دولار على السيارات لمركز التعاون الخليجي مال جي اس او مالخليج زين احنا ما نريد احنا نريد جهة فاحصة بالعراق أحسن ما يروح إيراد للخليج خلي الإيراد يجي لدول العراقية احنا أكثر من ألف ومائتين شركة حاليا متوقفة سياراتها بالحدود ما قاعد يقبلون يدخلوها أخذوا قمرق من عدنة ودي أخذون غرامات على الأرضية مال السيارات لأنهم منعطوا بالسيارات التي بها جي اس او من مركز التعاون الخليجي أنا ما مرتبط بهم أنا العراق واحد شعلي بالخليج خليج جيب لي جهة فاحصة هنا تفحص السيارة علما أن السيارات التي نحن نجيبها مواصفاتها أعلى من السيارات التي تدخل من جهة الخليج فول اير باقات اي بي اس فانع انزلاق كل المواصفات المطلوبة بالجهاز التقييس موجودة في سياراتنا أو أكثر طبقوا قرار جي اس او بصورة مفاجئة في حين احنا مستوردين للسيارات ودافعين القمارق والأرضيات والسيارات نواكوة بالحدود والحد الآن ما جاي دخلوها نطالب رئيس الوزراء بالنظر بموضوعنا بالنسبة لنا كشركات مستوردة مقطاع الخاص احنا نمثل أكثر من 1200 شركة مستوردة للسيارات قامت الدولة مؤخرا بتطبيق نظام جي اس او اللي سببها ضرار هو عدم وجود سوق تنافسي بين الشركات والأسعار ونحصل الموضوع بين شركات محدودة اللي بيها محسوبيات احنا مرد ينجيب اسماها وهذا الموضوع راح يتم تسريح اكثر من 50 الف عامل يعملون بهذا القطاع وهذا الموضوع راح يأثر على هواي امور بالنسبة لي يعني كتاجر سيارات راح اضطر استورد السيارة من الخليج اللي هي نفس السيارة راح تتحمل تكاليف زيادة على الاف الدولارات انا راح حملها على المواطن او ادخلها عن طريق كردستان اللي كردستان عندها شركة فاحصة تفحص مواصفات السيارة ادخلها عن طريق كردستان وايضا راح تفعل رسوم وراح تيجي تنباعي هنا السيارة فان ما افتهم موضوع الدولة وان راح به الاتجاه هذا خلولكم شركة او نفسها جهاز تقييس والسيطرة النوعية يخلي موظفين بالحدود يفحص السيارة بها مواصفات اللي مطابقة او ما مطابقة يعني لازم هاي تيجي اللي هي بليتة احنا نسميها بالسيارة مكتوبة ومطابقة لمواصفات الخليجية ما موجودة سيارة ما مطابقة مو السيارة كواقع حال بيها مواصفات اعلى من الخليجي ليش ما تدخل افحص بالحدود واخذ واردات للدولة وخلي هذا القطاع عامل وقوي اذا ننتقل الى ضيف حلقتنا من استوديوهتنا في بغداد سيد رزاق كاظم ومثلا عن اصحاب شركات استيراد السيارات حياكم الله سيد رزاق حياة الله اخت العزيزة حياكم الله سيد رزاق اليوم اكو مشاكل كثيرة 1200 شركة مستوردة للسيارات تتواجه مصير لربما مصير مجهول بسبب نظام الجي اس او اللي يضيق عملية استيراد السيارات عليكم انتم كمستوردين تفضل تحية لكم والقناة الدجلة والبرنامجكم الكريم طبعا احنا مناشئتنا بالدرجة الاولى الى دولة رئيس الوزراء حصرا والسادة الوزراء وزير التخطيط وزير التجارة لحل هذه المشكلة المشكلة انه احنا قضية الفحص والتقيس والسيطرة النوعية هو قضية قضية سلامة للمواطن تقيس والسيطرة النوعية بالجي اس او هو وجود الارباكات عدد اثنين ووجود اليو بي اس للانزلاق والبريك نعم السيارات اللي موجودة حاليا بالحدود الرفضة ترفض بالدخول دون ان يكون هناك كشف عليها ليش؟ ما احد طلع كشف عليها لا شركة مختصة ولا شركة حكومية ولا موظفين التقيس والسيطرة النوعية طيب مع العلم انه السيارات تقمرقت واندفعت وصولات القمرق واندفعت وصولات الضريبة وصدر بها كتاب التسجيل وحاليا من تاريخ يمكن اعتقدوا واحد اثنائش او اثنين اثنائش نعم احسبي انه عليها ارضيات راح تندفع نعم ورسوم اضافية دون ان نذكر لمتعرضات للحرق او للحوادث لا سامح الله وهذه اموال هي اموال القطاع الخاص احنا حكومتنا اليوم حكومة السيد الدكتور محمد الشاع السوداني حكومة اصلاح وحكومة بنى تحتية وحكومة تنشيط القطاع الخاص احنا القطاع الخاص اليوم نعم سيد رزاق هذه اول مرة تصير وياكم يعني هذه المرة الاولى لو سابقا صايرة وتكررت او شنو الاسباب انه ما طلعت لكم جهة تفحص السيارات حتى سهل عملية الدخول يعني ثلاثة شر دفعون ارضيات اضافة الى الضراء بالقمرق هذه كلها مبالغ لربما راح تعرضكم الى خسارات طبعا انتي المتضرر الاول من هذا الموضوع هي الدولة طبعا الدولة اليوم ان السعر السيارة جاي تنبع ب30 مليون دينار عراقي انا دافع منها 10 ملايين او 9 ملايين هي رسوم للدولة واردات للدولة طيب يعني هي ما كل فتاة هي 30 مليون دينار عراقي زين انت اليوم انت منع 130 شركة من الاستيراد اليوم التاجر العراقي بالسوق العالمية رقم صعب يعتبر تاجر ذو كفاءة ذو مواصفات انا اليوم جاي في سيارة مواصفاتها اعلى من الجي اس او انا المواصفات اللي عندي تحكم رادارات وتحكم عن زلاق وتحكمات بالكاميرات الدوارة اذا انا مشكلتي انه اريد لجنة عراقية اللي معتمل بها كل دول العالم اليوم من تستورد سيارة تطلع لجنة للتقيس والسيطرة النوعية تشوف هاي السيارة بيها شروط المتانة والامان طيب احنا احنا هذه شركة الجي اس او هي لدول التعاون الخليجي واحنا مو من ضمن دول التعاون الخليجي احنا ليش نعتمد على انظمتهم قوانينهم ليش ما عدنا قوانين خاصة بالاستيراد معايير معينة تعتمدوها انتم كمستوردين وبالنهاية قد هذا يكون جزء من الحل لتعرضكم للخسائر وبالنهاية تدخل المواصفات اللي تقول افضل من الجي اس او معناها احنا بالعكس يعني كمستوردين جودة عدنا افضل طبعا اليوم المواطن العراقي والتاجر العراقي صار عنده خبرة بالرفاهية كلش قوية اليوم نشوفين المواطن العراقي يركبوا احلى سيارات احلى من دول الخليج طبعا وعنده امكانية انه يركب سيارات ويغير السيارة خلال سنة يجوز غير سيارة وسيارتين هذا دليل على انه الشعب بدأ بالرفاهية زين انت تجي اليوم تمنع دخول السيارات زين انت ما حسبت حساب المواطن ما حسبت حساب التاجر ما حسبت حساب القطاع الخاص هذا شو رح يضرر شقد العاملين بي زين هاي المبالغ القوية اللي طالعه اليوم العراق يوصل للشركات الكورية والشركات اليابانية والشركات الالمانية ويسوه أوردر خاص إليه أوردر شقد عنده مواصفاتها بالسعودية نسوه أزيد منه عفوا انت تريد اثنين ارباك انا مدخلك سيارات ثمانية ارباك وغايم عندي صور بعض السيارات الموجودة عندنا حاليا بالشركات طيب سيد رزاق تقريبا انتو باليوم الواحد اشقد الدفعون كضرائب للأرصفة يعني يعني يلحق كل سيارة تقريبا بحدود العشر تالاف دينار عراق عشر تالاف باليوم الواحد على السيارة الوحدة على كل منفذ انت حسب منفذ طريبيل منفذ سفوان منفذ مقصر هاي المنافذ كلها سمت روسها سيارات وسيارات هي أموالنا الخاصة صار لكم تلت شر هذه السيارات على المنافذ صارت على المنافذ ومقمرقة ان المشكلة السيارة مقمرقة وصادر بها كتاب تسجيل بحيث تسجلت بالقمارق العراقية السيارة بعد لا ترجع لمنشأ مالها ولا تدخل للعراق وين مصيرها هاي سيارات اللي اخذت انت رسومه ارجو اكرر هذه المرة الاولى اللي يصير وياكم هي شي حركة يعني او هي شي تأخير بالتعطيل بالجي اس او هاي اول مرة اما صارت عندنا قبل على ضرائب قبل على نسبة الضريبة يعني تصير وهميا نوصل الى مدراعة من الضراب بس احنا هسا مشكلتنا احنا هسا المشكلة صايرة بين وزارة التجارة وزارة التخطيط ووزارة المالية هاي الجهة على شنو صاير الخلاف لا لا مو خلاف يعني هي هاي الجهات المعنية بالاخص وزارة التخطيط وزارة التخطيط عليها ان تخلي اللجنة عراقية اما عراقية مدنية او حكومية تقوموا بفحص السيارات هل هي مطابقة للمواصفات شروط المتانة والامان اوكي ما مطابقة مخول انت ونتري ترجحها تصادرها اما ما افقين احنا بس اننا حلنا وقضيتنا احنا عدنا سيارات حاليا اكو تجار الله يسترهم العراقيين عدنا سيارات يعني حاليا بالبحر اكو سيارات مستوردين هي رادلات 3 شهر اربعة يلا توصل وبمبالغ مليارات الدنانية العراقية والبنج المركز يشاهد على الحوالات مالتها زين انت بفلوسك اليوم القطاع الخاص اليوم الدولة من تريد تدعم القطاع الخاص سوي لتسهيلات المصرفية سوي لتخفيض بالقمرق احنا ده ندفع فلوسنا وحوالاتنا ده تطلع لي قدام وعن طريق البنك المركزي وشروط القانون مال الدولة كلهم طبقينها من الاليف لليا احنا مو ضد القانون هذا انه فحص الشروط المتانة بالعكس مؤهدين الي هذا المواطن اليوم من يشتر السيارة اعتبر نفسي انا جاي سوق بيها مثل ما اريد ان شروط المتانة الالي والعائلتي اما انطيها للمواطن بس احنا مشكلتنا نريد وزارة التخطيط لجنة جهاز التقيس والسيطرة نوعيح لنها المشكلة يا امو انتم تفحصوها يا امو تجيبون شركة اهلية تفحصها مختصين والدليل على انحنا ما نريد نروح الدول للخليج ولا نريد نوصل ان الدول الخليج يسويج هذا الاقليم يصفت عنده شركة اهلية مختصة اليوم تفحص السيارة قبل ما تدخل ويفحصوها بيها شروط المتانة ولا ما تدخل بعدين احنا عدنا لجنة صارت السنة او اكثر من سنة اللي هي الهزة اللي بالمرور نعم تفحص شروط المتانة والامان نعم زين فالموضوع يا اما ان يكون مقصود او منو بالاضافة لناشد دولة الرئيس الوزراء واذا شكلت لجنة خلننبحث من المستفيد من المستفيد من هذه الوضعية 1380 شركة توقف اليوم برأس مالها لا لفلوس مال الدولة ولا لفلق روض من الدولة ولا انت تسهيلات من الدولة الآن اليوم نتوقف 1380 شركة من المستفيد من هذه طيب سيد رزاق يعني رحب بك مرة ثانية سهلا نستطيع يعني من المستفيد برأيك اذا انت معرف يعني انتوا اليوم ماسكين السوق سوق الاستيراد يعني حتى ما عدنا شركات عامة تعمل فيها المجال أو حتى شركات صناعة سيارات بالعراق هل المستفيد الشركة اللي تعمل بالخليج يعني ليش بالعكس ما هو يعني انتوا اللي تفيدوها من هذا القرار يعني من هذا القرار هل المستفيد الشركة اللي تعمل بالخليج ام المستفيد الدولة الدولة اليوم انت من تدخلك الف سيارة نعم على تسع ملايين قمرك بين قمرك بين ضريبة بين رقم صحيح كسر المبلغ مالتها يوميا اشقد وارداتها اللي صار شهرين ونصف واقفة ما تدخل لها هاي الواردات مزين يعني كبديل للجي اس او برأيك احنا شن اللي ممكن نحطها كأنظمة لمقاييسنا احنا احنا نريد الدولة اليوم انت من تتخل على دائرة رضا خل نقول دخلت عليه دائرة الاحوال المدنية راح تلقى شروط اصدار البطاقة الموحدة وداية واضحة واضحة انت اليوم تريد توقف استيراد السيارة ما يصبت توقف انت بقرار يوم صدر العصر وتطبقه ثاني يوم هاي هاي اموال عالم اموال ناس اموال تجار شي بالبحر شي بالشركات شي برا شي مدفوع علي فلوس مدفوع علي فلوس انت اليوم تريد تصدر طين التعليمات اللي تريدها وانا اروح استورد سيارة بها مواصفات ازيد من اللي تريد نعم هو يعني برأيك قد يكون السبب هو التخفيض او يعني تقنين عملية دخول السيارات الى العراق بسبب الزخم هذا موحل هذا موحل يعني برأيك هو هذا السبب لا 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 هذا موحل هذا موحل لو انه تقليل الزخم او تقليل استيراد السيارات كانت شوف الحدود اليوم انسدت وما اكو اي استيراد بس اكو استيراد اكو استيراده اكو تصنيع بالعراق انت لا تنسه اكو مصانع عراقية اليوم وزارة الصنع اعدى الصنع هل يا ترى الصنع مثل السيارة اللي انا اجيبها هل بيها المواصفات يعني انا السيارة اجيبها بيها رادار انت تمنع دخولها تريد اثنين ايرباك وتريد يو بي اس انا جايب لك رادار طيب ما هو حظرتك استاذ يمكن ان تتحدث استاذ رزاق عن مستوى عالي من الرفاهية ما هو يجوز اكو غيرك يجيب سيارات باقل من هذا المستوى يعني اصلا بدون ايرباك يجيبوها لذلك حاطين هاي الشروط لا لا انت اللي بدون ايرباك صادرها انا اقولك منان اذا انت عندك شروط واليوم المستورد خالف شروط الدولة والقالف القانون من حقك ان تعاقب الشركة ان تحطها بالقائمة السوداء ان تصادر سياراتي بس انت حلي مشكلة اليوم انا ناشد دولة رئيس الوزراء انا لما استوردت السيارات واليوم السيارات بالحدود ودافع لهم قمرق وضريبة وجاهزات للتسجيل في دوار المرور يعني انتو اليوم مشكلتكم ما مطلعين على شروط محددة من الدولة اللي دا سمعون بي شنو من شروط هذا القرار استاد صدر من وزارة التخطيط سنة 2021 من صدر طلبة وزارة التخطيط ان شروط المتانة والامان بالسيارات عن طريق جهاز التقيس والسيطرة النوعية بس بعد وضع العراق ووضع كروني اتجمد هذا القرار ما حسينه إلا تنفذ بشهر 12 وتنفذ مفاجئة بدون سابق انذار يعني انت اليوم بدون سابق انذار انت حسبت انش قد اكون سيارات بره العراقيين اش قد محاولين اموال زيان هاي الاموال مين يرجع لك ياها مثل طبعا هذه يمكن تنطبق على جميع السيارات يعني اذا كانت زيرو او حتى تجي مستعملة احنا بالنسبة احنا اليوم نحشي على اختصاصنا كشركات استيراد احنا شركات استيراد بالزيرو وفي الماركات المعروفة الماركات العالمية تاليوم نشوف الشعب العراق يرغب السيارات الامريكية الشوفر ليه التاهو والجيمسي والكاديلاك وكب المواطنين يرغب السيارات الكورية صح اما اليوم انت السيارات موجودة على الحدود وانت متحل قضيتها يعني الم اتوجه انا ما اتوجه غير الا الدولة لا يعني مجلس الوزراء ولا الوزراء المختصين ما هو بديهيا اكو سيارات اللي تحدثت بماركاتها حضرتك يعني هي عالميا هذه محصلة على شهادات يعني انا اجي اليوم يعني امنعها لهذا السبب استاذ انا هسه سؤالي للدولة انت ما نعني يطيني سبب المنع ماكو سبب اريد اعرف سبب المنع هل السبب انه انت تجبر التاجر العراقي انه يروح يفحص بالسعودية مثل يستفاد السعودية لا ما هي اصلا من تطلع اذا توصل الى موانئ في تلك الدول فهي اصلا تدخل بفحوصاتهم طبعا فانت منجز هذا الشرط اليوم احنا التجارة وعدنا يعني مطلعين على كل التجارة بالقلتك التاجر العراقي اليوم رقم صعب صحيح بإمكانات مرتفعة بإمكانات مرتفعة ودون تجارة عالمية يعني يعني الحمد لله والشكر اليوم العراقي من ينزل بسوق حرة ولو ينزل بمصنع الى قيمته و الى كيانة تاجر صحيح تاجر اليوم الدولة المفروض تدعموا هذا التاجر انت اليوم مثلا اليوم اليوم من تروح دولة الامارات العربية عندها شركة مختصة بيها تفحص السيارة وتدخلها طابقة شروط المتانة والامان تدخل من طابقة ترفضها هسا احنا من نروح للدولة نروح للإقليم طيب الإقليم ضمن دولة العراق نعم ضمن قانون ضمن شركة خاصة بالفعل عدهم شركة خاصة طيب استاذ رزاق اليوم يعني مع توقف 1380 شركة ومع تأخر بعض السيارات ومصالح الناس في الموانئ وبالبحر ومركونة في الأرصفة كيف تتوقع أسعار السيارات إذا بقى هذا المنع المتضرر الأول للمواطن متضرر الأول مواطن والحل بيد الدولة الحل بيد سيادة رئيس الوزراء يعني احنا اليوم مناشدتنا العطف يعني رح ممتوقع أنه ترتفع لأسعار السيارات ترتفع حتما ترتفع لأنه أنت اليوم شيء ذا ما موجود رح يصير احتكار بي والاحتكار رح يولد ارتفاع بالملايين دنانير يعني زين بينما أنت ترى اليوم المواطن العراق يركب سيارة موديلة الفين واربعة وعشرين وبسعار تنافسية جليلة يعني تنافسية مع الدول المجاورة زين وهذا يدلل على رفاهية والمجتمع وإمكانية على الجيني السيارات الحديثة زين أنت اليوم من تجي تمنع من المستفيد نعم من المستفيد ويعني مثل ما تفضلت حضرتك سبب المنع احنا ايضا نتمنى احنا صار عدنا حضول ان نفهم في السبب شرفتنا احنا لنشكرك شرفنا بكم ومناشتتنا الأخيرة هي لدولة رئيس الوزراء والوزراء المختصين حصرا نعم بحث من المستفيد من إيقاف إرادات الدولة نعم بحث من المستفيد من إيقاف 1380 شركة بكوادرها بأموالها نعم نعم احنا نشكرك السيد رزاق شكرا جزيلا ممثلا عن أصحاب شركات استيراد السيارات شكرا لوجودك ويانا اذا يا مازلو وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا يوم غد إن شاء الله بنفس الموعد دمتم في أمان الله وحضر إلى اللقاء اشتركوا في القناة